يبدو أن قدرنا في هذه العملية السياسية أن نحسب ونعد مراحل وكل هذه المراحل التي مررنا بها كانت تتسم بالفشل وهذا أمر ونتاج طبيعي أن يحصل لأن منظومة الفساد لا تنتج إلا الفساد ولكن تبقى هناك أسئلة في غاية الأهمية من الذي يحتكم على هذا المشهد وبمصلحة من ننتقل من حكومة فاشلة إلى حكومة أفشل منها ومن خيارات سيئة إلى خيارات أسوأ منها وعندما تشاهد الواقع الذي يعيش به الناس هو واقع مؤلم مدمر نزيف لكل ثروات هذا البلد ولكل خيراته ولحد الآن لم تصل القوى السياسية إلى حقائق ما يجري من الأمر فهي تعمل دائما على أن تترك الأمور على الغارب كما يقال الزمن كفيل الوقت كفيل الظروف كفيلة التوافقات كفيلة الواقع السياسي هذه حكومة الفرصة الأخيرة هذه الخيارات الأخرى بحثنا تناقشنا كل هذه المانشيتات سنوات طويلة نحن نعيش في مخاضاتها ورغم كل هذا وذاك كان يحدو بنا أملا ذات يوم أن ننتقل خطوة إلى الأمام أو أن نجد قائدا حقيقيا يولد من رحمي ومعاناة هذه الأمة التي أكلها الفقر وأكلها الضيم وأكلتها الحاجة واستهتار القوى السياسية التي وجدت أن هذا البلد وكأنه بقرة حلوب عندما يجف ضرعها يؤكل جلدها يتعاملون معنا كعبيد وعلينا دائما أن نقبل وليس خيارات أخرى لدينا هذه الصورة النمطية التي أرادت القوى السياسية أن تثبتها على مدى 17 سنة كانت سنوات عجاف لم يمر بها أي مخلوق على الأرض لذلك مشاهدين الكرام الإعلام المسؤول هو الإعلام الذي يفتش عن الحقيقة ويطرح الحقيقة ويواجه المرحلة ويوثق المرحلة بحيادية تامة في حلقة يوم أمس وعندما انفضت مرحلة المكلف محمد توفيق علاوي حرسنا وكما قلت في مقدمتي في الجزء الأول من هذا البرنامج وشهد شاهد من أهلها على حقيقة الكواليس التي قجرت في وقتها لأننا نبغي من خلال هذه القناة أن نقطع الطريق على كل الذين عاشوا كل أزمنتهم يستعدون بالماء العكر ويشوه الحقائق ونحن هنا واجبنا الأخلاقي والإنساني والمهني وانتماؤنا الوطني إلى العراق أن نقول الحقيقة وأن نقول للأسود أسود وللأبيض أبيض شاهدتم واستمعتم بالحقيقة المطلقة كيف ارتجف آخرون لأننا أمام مرحلة سيبدأ فيها حساب عسير ويجون يقعدون بلا خجل وبلا حياة يفتش عن رئيس جديد يوقع له على ورقة أن لا تفتح ملفات الفساد وآخر عندما تنتهي المحاسسة وعندما نقرر أن نرميها في أكوام الأنقاض يقول لي إذا تأخذ مني وزارة شتبطيني زي أن أنا شطيك ليش هو أنت منه ليش أنت شب سوي وإنت شنو فضلك على العراق شا تيدو تقول لي تقول لي عندي استحقاق انتخابي أقول لك على رأسي أنت واستحقاقك الانتخابي وأنت وقاعدتك بس دليني عليك خلينا أشوفك شوفني على الأرض سبع طعس سنة قبضنا منكم بس خطابات والله واحدكم من يخطب يابا علامة لكن منتجكم على الأرض شنو بعدين هذا مفهوم الزعامات اللي طالعين بيه جديد الزعيم فلان والزعيم فلان أنا أشهد إنكم زعامات ولكن كما زعيمتم وزعاماتكم كانت على الناس الفقراء وعلى خزائن الدولة وعلى أموال الناس وعلى كرامة العراقيين وعلى هيبة الدولة ولذلك عندما كان لكم نتاجا كان نتاجا فاسدا قذرا وسيبقى التاريخ يلاحق كل الذين أسهموا في صناعة مشهد من هذا النوع رسالتي في هذه الحلقة إلى من يهم الأمر قد انتهت شكرا